السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخيكم بدر من قناة خواطر بي بي ام يشرف ان انضمامكم من القناة وحضركم أيضا بسم الله اليوم دي ابيلكم طريقة تغيير مؤشر لابتوب الماك بما انه الضبط هو العددات لا تود الايقونة لتغيير مؤشر الماك اللي راح نحتاجه برنامج هذا رابط البرنامج راح احطى لكم ان شاء الله تحت الفيديو اه هذا واجهة الصفحة ننزل تحت الاسدار 0.5 ننزل تحت download نحمل اللي هو ملف مضغوط zip اي بي انا محمل البرنامج اللي هو هذا افك الضغط فعلى طول راح يطلع لي صورة البرنامج ورقة وقلم مصطر المهم هذا يشكل البرنامج ندخل عليه البرنامج طبعا هذول انا ضايفهم المؤشرات افك الضغط لانه خاص للعبة افك الضغط لانه خاص للعبة مثلا يوجد اي مؤشر خاص او دائري لانشط ندخل المؤشرات الموجودة عندي ندخل البرنامج file new هذا file الجديد edit نسمي مثلا إضافة الخيار الأول نغير الخيار الأول المؤشرات صغر البرنامج نسحب المؤشر الأول نضبط المؤشر الثاني نفس الحكاية نسحب المؤشر نفس المؤشر نسحب المربع الثاني الثالث الرابع سوف نحطيتهم او ما حطيتهم فكلهم ما رح يسبوهم مشكلة لكن ممكن للأدق نحطهم كل المربعات طبعا المربع الأول والخانة الأولى مثلا نودي النقطة هذه الحمرة حساسية النمس مثلا بالنص يسار فوق تحت سوف تفهمون طريقتها لما أضيف مؤشر آخر غير المؤشرات هذه طبعا نسكري الصفحة وشيف طبعا هذا المؤشر شوف لما يجي بداية المؤشر تطلع للعبونات أما حط العلام الحمراء لا يطلع شيء المهم هذه هي إضافة المؤشر طيب أشخاص يبغون مؤشرات مختلفة لا يبغون دائرة أشكال فاسات ندخل متصفح ندخل الرابط التحميل رابط رابط تحميل خناير المؤشر لأنه سببنا مشكلة الدقة ما عندنا الدقة فيه شكرا المهم الرابط سأضع أسل فيديو لكم هذه مؤشرات كثيرة وحتى لو تبحث طبعا يطلع لك مؤشرات أخرى لكن ما مريد مثلا ندخل على الفاسات مثلا أو ندخل ندخل طبعا نهايته .ani أحيانا ما يقبل ببرنامج لكن لو نغير صيغتها إلى صورة ممكن أن يقبل لكن نريح رأسنا من من الأزعاج وتغير الصورة نختلف مؤشرات تكون صيغتها .cur لا نضغط على الايقونة ولا على الرابط نضغط على CD أو cassette نضغط عليه نزل المؤشر هذا هو المؤشر نفس الحكاية نضيف مؤشر .file .new طبعا نعطاني هذا الملف الجديد طبعا نتميز بين اللي مختارة أنت أولى علامة الصح مثلا اختار الأول أعطاني علامة الصح اختار أعطاني الصح مثلا نبغى المؤشر الرئيسي طبعا إذا بغيت مؤشر رئيسي مثلا عندك الملفات واخترت هذا تبغى المؤشر الأساسي .file .new وتخليه كما هو يكون زي الطريقة هذه فأضغط عليه الرجال الأساسي نضيف المؤشر الجديد أضفنا .file .new وهذا نضغط .70 بالنسبة للمعك .edit تعديل نسمي أي اسم .qn مثلا إضافة .زاعد للخيار هذا أول خيار نغيره . نضغط الآن نصل للمربع هذا والخيار الأول لكي نفرق ما هي خصائصهم خاصة الأثنين هذا مثلا نضغط 16 جاء هنا هذا طبعا الخيار الأول يمين أو يسار الثاني مثلا نسحك 16 هذا فوق نضغط ه ونضغط ونضغط ماذا ثم نضغط فنظغط 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 مضبوط لما أحط راسا للقلم ما يجي بنعدل المشكلة هذه نروح للبرنامج نغير المؤشر أي مؤشر يتبغى تتدل عليه غيره يعني قبل لتتعدل عليه غير اختر أي مؤشر ثاني نروح edit نضغط على اللي احنا ضيفينا ارو فحنا طبعا نعدل صفر عشان يكون يسار نعدلها صفر راح يكون فوق نغير الحجم مثلا قلم حجم كبير 20 20 نجرب هلو يتغير الحجم أو لا سكرة save ننسي هكاية نشوف صغير القلم أو لا سوف نحاول حجم القلم مثلا 20 21 1 save عندما القلم صغير شوف لما أضغط رأس القلم يعطينا الخيارات يعطينا الخيارات نرجع نكبر حجمه عشان يوضح طبعا ادت 40 40 طبعا لازم نغير حتى الشكل الفوق عشان يعني اتيح انه غير علينا 40 40 عشان يجينا save نفس الحكة 1 41 40 40 40 save نفس الحكاية ممكن نغربي اكبر لكن ما مهم هنا بداية راح يضبط معانا ان شاء الله المهم الاهم علينا احنا ان نرتب الحجم الضغطة اللي هي بداية اولا القلم او نهايتها مثلا نقول 9 9 شوف الاحمر هنا يبدأ يضغط القلم خير ما اشير حتى كبرو ما اشير بس لما اضغط اول القلم ما يطلع النص يطلع فنرجع كما هو طبعا اهم شيء وضحة الاشياء هذه هذه حساسية اللمس وين راح تكون وهنا الحجم ما تقدر تغيير الحجم إلا لازم تعدل على الفوق عشان يعني يأتي كلمة save ألا نختار القلم شوف أول قلم يجينا من الخيار حلوي بالنسبة أنا طبعا شرح لعبة كينزر لما نضيف المؤشر طبعا المؤشر هذا من حط الأحمر راح تجي راح نشوف العدادات edit 14 14 طبعا هو direct راح يجي 32 شي طبيعي راح يجي 32 لو جاء أعلى فلازم تحط 32 32 14 14 X save فبكذا يجيك البرنامج أو المؤشر حلو مثلا مؤشر هذا أنا ما بقى بأصبعين remove فبين حذف أبغى أرجع المؤشر الأساسي للجهاز ضغطتين ويرجع هنا فالآن وصلنا لنهاية الشرح أتمنى يفيدكم وأي أسئلة أو تعليقات إما بالقناة أو تعليقات الكومنت فلا تنسونا من اللايكات والكومنتات فلا تنسونا من السبب